قناة الأحجار الكريمة إعداد وتقديم طريق عمر رشيد حباشو رشيد حباشو أول عالم عربي التخصص في علم الأحجار الكريمة حجر الجمش إحدى الأحجار المميزة ذات الطابع الخاص تواجد باللون الأرجواني الزاكن ولون الخزامة يمثل حجر الجمش التنوع الأكثر شميعا لحجر الكوارتز المنون الطبيعي نظرا للون الأرجواني الساحر فإنه كان يقدر بدرجة عالية في الماضي أما في الوقت الحالي فإنه من المتفق عليه أن لون الجمش الأرجواني ينبع من وجود درات عنصر الحديد في شبكة الكوارتز الكريستالية وتشكل أينات الحديد تلك ما يسمى بمراكز اللون والتي تعد المسؤول عن تغيير اللون من الأبيض إلى درجات الأرجواني المتعددة يطلق عليه أيضا مسمى حجر الأرجوان أو حجر الأميتست تشارك في القناة وانضم لفريق عامل رشيد حباشو لانضمام لفريق رشيد عامل حباشو يرجع إنسان طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاه organise الشاشة لانضمامك لفريق رشيد عامل حباشو أو علماء شبكة عالمية لخبراء الحجار الكريمة فإنك تستفيد بالمجان من الاستشارات في الحجار الكريمة فحص دوري مجاني في مختفى الحجار الكريمة ودورات كوينية في مجال الحجار الكريمة بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحزار الكريمة